انت خلاص هتيجي تعيش معي هنا في الفيلا هتيجي تعيش معي هنا سبك من شغل الحارة بقى والحوالي ده خلاص ظبطت على الاخر ماشي ماشي أما بقى شوفك سلام آه يا أحمد لابت معاك ولسه اللي جاير أخلا مش معنى ان كبيرتي يعني ولادي ينبقوا في السن ده ان خلاص حياتي انتهت لا 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 يا ناو ان شاء الله أعيش حياتي بآخر لحظة فيها بالطريقة التي تتناسبني انا حاولت حاولت كتير أفهمها ان انا بحب الحرية والانتلاق فيها اي يعني لما نسافر والليل في العالم فيها اي يعني لما نعمل الحاجات اللي كنا بنعملها وانا عندنا عشرين أو تلاتين سنة ايه المشكلة ولا حاجة بس يمكن هي طبيعتها لا لا انا عايز اللي يعيش معايا حسسني ان اقدر عيش ان الدنيا لسه فيها كتير مش عيب يعني ان احب الدنيا واحب الحياة واحب عيش مش عيب بالعكس جريت الناس كلها زيك وبالتفاقل ده انا سعيد اوني تعرفت عليك حاسس كده انك قريبة مني تعرف اكتر حاجة بتعجبني فيك ايه صوبك صوبك كنت بتعزيف على البياني انتي هتبقي هيلة في العصف اكيد يعني اه طبعا مين دي اختي ايه ده الله ده انت يعنيك حلو قوي مين عادل بيقوم مساء الخير تلاقي ايه بيهازر انت عارف عادل طيب السيدة بيننا مش هين امال فين سامر خارجت استاذ علاء جي وخدها طب وسيدة كانت هنا وبعدين خارجت هي كمان اه انا عارفة الولاية دي راحت كم راحت فين يا كاميريا ها هقولك بعدين وانتي مالك شايلة طاج انستك انت كامال ليه اصلا ماجدي مبيرضش عليها نعم يا اختي لا ده كده الامور اتطوارت خالص ما اتصل بمجدي مبيرضش اصلا قلقان عليه قوي هو فيه ايه انا بس خايفة عليه اه وبعدين انا خايفة يكون حصل له حاجة يا كاميليا انتم مش عارفين يعني ايه الواحد يكون حس ان هو ضعيف ومريض كل دقيقة بتعدي عليك انها سنين طب ما تتصل بيه تاني ما جايز نايم ولا حاجة بكرا حتشوفيه في المستشفى ما هو بكر اجازة طب لو ما ردش نروح نسأل عليه خايفة عليه اوعي تخبي او اوعي تكوني مكسوفة من مشاعرك ما تخبيش مشاعرك ولا احساسك حتى لو كانت مشاعرك اتغيرت من فكرة انه الدكتوري اللي بيعالجك وبقت اي حاجة تاني اهم مش عارفة يا كاميليا مش عارفة يا كاميليا لا انت لازم تعرفي كويس وتعرفي انت رايحة على فين هي مستايبة انتوا عارفين ايه احلى حاجة حصلت النهاردة ايه اني اتكلمت مع موني حسيت ان الدنيا وسعت علي ما بقيتش خايفة من حاجة ولا قلق انا من اي حاجة تصوري ان انا بعد ما خلصت كلامي معاه اكتشفت ان انا بحب احمد اكتر من الاولب كتير لا يا شيخ انت بقولت ليش كده ما انا لسه بقول ان انا حسيت كده بعد ما خلصنا كلام مع بعض حسيت اني فطفط بكل حاجة جوا قلبي مخوفين ما بقيتش حاسة اني خايفة من حاجة عشان كده انا بقولك لو شايف ان الدكتور مجدي هو مناسب ليك وانت عايزاه قوح تبعدي عنه حتى لو هو بعد انت عمرك ما هتحبي ميت مرة هتحبي مرة واحدة بس ومش هتعيشي غير مرة واحدة بس والرجل لما بيبقى جنب الست ما بيجيش غير مرة واحدة بس عارفين انا كنت عيش حياتي كلها متوترة وحزينة وعلى طول سايبة بيتجوزي وعدم عاجو عارفين ليه؟ ليه؟ عشان طول الوقت كنت بفكر في احمد طول الوقت كنت بقول لي نفسي لو كنت تجوزت احمد اكيد كنت حبقى اسعد من يوم ما تجوزت ما بفكر شغل فيه حتى لما بخرج انا وجوزي كنت بفكر في احمد لما كنا بنسافر كنت ببقى بس مع احمد باختصار عايش حياتي كلها مع احمد بس انت حياتك كانت صعبة قوي كده يا كامالي ولي كنت ميتها طب فريدي كنت تجوزتي احمد وتلعم ازاي ما كنتي عاوزة عمر عقلي ما كان حيقبل الافكار دي لان الاحلام والمشاعر الجميلة اللي حسيت بيها الاول مرة كانت معاها تعرفوا ان انا في اللحظة حسيت ان انا بتمنى ان يموت او ان احمد هو ليه يموت ليه الدرجات دي كراهت نفسي اول جوازي من كتر ما انا كنت حاسة قد ايه انا بعيدة عن الرجل اللي جوزته وقد ايه قريبة من حد تاني حتى لو كان في خالي كل اللي كنت بحاول اعمله اني ابهيني اكون طبعية سعيدة وبسوطة طب ازاي يا كاماليا ان انتي كنتي بتقولي انك بتحبيه وانه كويس ايوه لاني كنت فكرة انه هي دي حياة دي هو دا شكلها كنت خلاص اتقلمت عليها وكنت موافقة اقولكو على حاجة محاجش يعرفها ايه بابا 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 تكلم معايا كلام غريب قوي كلام لدرجة انه حس بي وبقيت بقول لنفسي انا عملت ايه علشان يحس بي للدرجاتي باطي عارفين قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ قال لي احبي نفسك يا كاماليا حبي نفسكو وما تقلليش منها مهما كان قال لي الست لازم تحب نفسها عشان تبقى غالية ويبقى صعب اي حد يوصل لها قال لي الست لازم تحب نفسها عشان بتبقى جنة عن ارض بتبقى غالية على روحها وغالية على حواليها طيب الزاي يحس بيكي وإحنا حتى ملاحظناش مش عارفو بابا طول عبرو بيعس بينا كلنا لدرجة اني كنت بقول علي اخيوي بيتامن بيتامن موسيقى بيتامن 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 قصيد بيتامن ايه ده بجد؟ ممكن تقولي هالي ولا يدايقك؟ لا طبعا انا اقول هاليك انا كل اللي كان في دماغي ان ازاي هاجر واسيب البلد معقولة؟ اه والله شكلك مستغرب اه طبعا لان انت انسان وطن في جندن وكل كلامك عن البلد واهميتها قد ايه؟ ازاي تفكر انت تهاجر؟ انا اقولك الموضوع جيز ازاي لما كنت طالف في الجامعة انا ما كنتش طيق حاجة خالص في البلد اه والله ازاي ما بقولك كده حتى الناس كنت حاس انها مستحيل انها تتغير بس بعد ما خلصت الجامعة واشتغلت في الصحافة واحتكيت بالناس صممت ان مهمتي تكون تغيير الناس مصلحة كتماعي يعني اه وخبير سياسي كمان ايه وقت اتخيال ان السياسة بعيدة عن الناس عايزاها لا خالص انا شخصيا مثلا محافظ على مكانتي دي لحد دلوقتي وما حدش يقدر يقرب لي ليه؟ ليه؟ حشان انا مع الناس الناس بتدفع عني لو اي حاجة حصلت لي او اي حد هاجمني ولو اختفيت شوية اقول وهو راح فين؟ صدقيني القوة الحقيقية انا بستمدها من الناس نفسهم طب سوريا انا هقول لك كده يعني بس انا اي كلام بسمعون السياسيين بيبقى كلام وحش جدا نا مش كلهم معلش انتي دي مكلتيش طيب بصراحة عمنا دايت بس عشان خطرك هاكل جزر وقير حسنا 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 ازيك مروه؟ الحمد لله انا احمد مروه انا ابن عمّة مروه اهلو و سهل اهلو و سهل اهلو بيك انا محسنا اول مروه ان انا شفتك ايه الصدفة الجميلة دي اني كان محسنا انا شفتك اصلا بقى لك فيل لا شفتها شخص بنت عمّتي وبقى لي بنت خالي ولا ايه؟ انا مركز شوية انا جزي سعيد قوي ان انا شفت حضرتك الأنهاردة تفضل، تفضل، تفضل مزاك يا عبد؟ مزاك يا عبد غريبة يعني يعني بشوف حياتك تطلع في التلفزيون وتتكلم عن الحياة الطبيعية والحياة اللي هي بعيدة عن البزخ وكده وفجأة لقيك في مكان شيك زي ده طب وفين المشكلة؟ أنا مؤمن بكل كلمة بقولها ومش معنى أن أنا موجود في مكان زي ده أبقى بقول عكس اللي أنا مؤمن بي لا خالص سواء ساعاتي يعني الواقع بيفرد عليك بعض الأمور بيخليك تتماشى معاه أيه طبعا أكيد يعني مثلا الأنسة مروع عشان يعود معها ما ينفعش أخدها في قهوة بلدي مثلا أيه فعلا أنا عندك حق ساعدتك وإيه بقى المعضيع بينك وبين مروع؟ إيه أنت دايقتي لما شفتها قاعدة معايا لا 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 أحمد ما يقصدش أنا عارفة طريقته ويقصدش طبعا خالص والله أنا مقصدش أمناً أنا بس يعني من بابة تفتيح الكلام مش أكثر أه أنا مبسوط جدا بصفة جميلة دي مع إني مؤمن إنه ما فيش حاجة أسمع صفة بمعنى إيه؟ بمعنى إني مقابلة حضرتك أكيد لها معنى كبير مش فاهم معلش آآ يعني حضرتك رجل سياسي وأنا رجل اقتصاد آآ فالشركة اللي أنا شغال فيها أقصد الشركة اللي أنا مشارك فيها يعني محتاجين مستشار سياسي عشان يعني يقول لنا الأوضاع السياسية اللي ماشي في البلد آآ وقد إيه ممكن تأثر على الوراء الاقتصادي اللي عندنا في الشركة فاهمني حضرتك طبعا فاهمك يا متو حب التعشى إيه؟ ولا أي حاجة شكرا لازم آآ إيه رأيك بقى في المكانتة؟ حلو حلو إيه؟ وأنا جابك المكانتة كله والشياكة دي كلها وتقوليلي حلو لا بس عشان تعرف جلوتك عني قولي يا متولي أهو أنت شغال إيه مع أحمد في الشركة؟ أحمد؟ أه أحمد أنا 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 زي ما تقولي كده السكرتير الخاص أنا السكرتير الخاص آآ سكرتيره إيه؟ في إيه؟ ماشي في أفريال أحسك عايزة تقولي حاجة لا أبداً أسانة عارفة يعني إنك إنت سبف اللي أحمد في دي الوقت ولولاك إنت ما كانش بقى في اللي هو فيه يالله الحمد لله أو كل واحد بيكون نصيبه بقى وإنت بقى نصيبك تفضل تطلع الناس لفوق وتفضل إنت لتحت أنا كنت فكرة يعني إنك شريكه مثلاً شريك أه؟ على فكرة أنا شريك أحمد أساساً أيوة يعني فيه ورق فيه حاجة بتثبت إنكم شركة مع بعض ولا يالحكاة بقى إيه؟ يا فريال هو إحنا جايين نقعد مع بعض في المكان ده وقعدين نأكل عشان نتكلم في أحمد والشركة خلص والله إنت فهمتني غلط أنا بنصيحك وإنت حر وإيه فايدة النصيحة فريال مفيش أنا يا أخي ما بحبش الظلم آه ما حبش حد يبقى ليه حق وما يغدوش أبو أنا حق إيه من وجهة نظري؟ أنا ما عرفش إنت اللي تعرف أنا على حد علمي بتكلم بمعننا بقى بنتكلم عن مصالح بعض وبنخاف على مصالح بعض فأنا عايز أقولك على حاجة قول أحمد مش معنى؟ أنت فهمة أصدق ولا حاجة زيه زي أي حد أنا بس كنت أقفش عليه من اللي حاصل بس خلاص مم لازم أستفد منه بس؟ بس ما هو مش معقولة يعني أقف جانبه وفي زنقته وهو بيدل وبيه ونفضل زي منا دا قد انت تقولي تاني بقى عشان الكلام دا كبير بس يا متولي أحمد دا كان إيه؟ ولا حاجة ولو أنا كنت شهدت مع بلحة كان زمانه مرمي في اللومان دلوقتي ولا لو ما كنتش متأكدة وعارفة كويس ان انت اللي وصلته للهوة فيه كان زمانه صايع وضايع يبقى نسيبه بقى ياكل الفتى لوحده؟ ولا المفروض يغرف لنا؟ لا طبعا إزاي؟ المفروض إحنا نغرف لنا بسنة حلوة قوي تعجبني كده أنا مش بشككك فيه ولا حاجة هو لحد دلوقتي ملعبش معانا الدنيا بس لو فكر بقى يلعبها أنا مش هسكت فريال لو قلتلك إن أنا عايزة عايزني إزاي يعني؟ نتجوز آه طبعا طبعا يعني وانت بستعجل ليه؟ واحدة واحدة؟ يعني أنا نفهم إن كلمك دنك موافقة آه بس يعني واحدة واحدة يعني بعدين كل بقى الأكل برد يعني ماشي هاكل بس يعني أنا ماشي خلاص هاكل مش هارفون لكي والله تابة 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 ااااا ايتن ايه 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 ازاي في تخبارك إيه؟ قد ينذهب ما فيش حاجة عادي مين مع الدومة تابة ما فيش حد ينا كنت معها ل التلفزيون بس وانا بغير هدومي في ايه مالك؟ كنت فيش؟ كنت عيزة مغير هدومي كنت قلتيني نازلة وحاجة ايه احتمال اتؤخر طبا انا عايni تفوكاي! يا بنتي تعالي بس نعم بقع رو شوف assisting تعاليczenie! تعاليpat ماتلي! هكذا ماتلي دي ايو ايو! تعال.. أقولك.. أعدك.. أعدك إذا أمي تخذك.. أعدك.. أعدك إذا خذك.. إذا أمي تحسس أعدك.. أعدك.. أحسن صفة في الدنيا على فكرة.. تبقي ريلاكس كذا.. وأمفيش أي حاجة في الدنيا في المارك أمسهل ولا لك إيه؟ إيه اللفظ اللي ممكن أن يدلق على واحد زيتك؟ نحن سويا تقدري تقولي فتح مش أكتر تصوريش يا عائتة معنات اللي أحب الحريب وخصوصاً النوعية دي لما بقعد مع واحدة منهم بحس أني باملك الدنيا وما فيها يا أخي تكذف من نفسك اعتذر على الأقل ليه هو أنا عملته غلط إحنا من قبل ما نتجوز وانتي عارفة عني كده ولما وجهتيني ما نفتش صح وأنا غلط صح صح فعلاً أنا اللي غلطانة إني اتجوزت هو أحد زبالة زبالة أه تجنينتي ولا إيه؟ تجنينتي يا عزبني تعالي هنا انتي رأي ما على فين؟ ما فيش تروح من فتة اللي أبعيزني تنسيت الى كبرات ولا إيه؟ ولا هقولك عليها تعمريه سامعه أهلاً وسهلاً بسم الله الرحمن الرحيم شيئاً لسا في إيه انتي مش أنا؟ هاتي من الآخر يا سيدة إيه من الآخر الكلام ده؟ لا بقولك يا حمد سمعيني كده كويس أنا مروة غير إخوتي كلهم يعني أنا ممكن أن أمسك فيك دلوقتي وأعمل معاك يا مصيبة أنا اللي ديني أو ينرفيزني وأنا جاي من الشغل وطعبني أنا ما بسيبهوش في حالو حتى لو كان إنت يا سيدة طب يا سانيورا بهدوء كده؟ كنت فيه؟ عايزة عارف أنا كنت فيه؟ آآه جاي عارف علشان قلبي يتطمن و Uhh أخطر.. اقولك أنا كنت فيهوا حلوة أنا كنت مع أحمد ابنك أحمد؟ هممم!! عارف دفع حساب كم؟ همم! ألف جنيه يالاої! ألف جنيه! موش بس كده؟ ده أنا سمعت أيضاً أن ابнك أحمد ماشاء الله الله، هو أكبر كده عيش في فيلا انما ايه تشرح القلب وساي بك انتي هنا مرwuةiben في الحرة المعفّدة دي ساي بكين بتاين! إيه ده! بقولك ايه! إيه! تأخضي عانوانا يا سيكا ! أخدو... شايف... شايف أكل الناس الأغنية؟ أغنية يا عمي فين الفول والطعمية الفول والطعمية؟ الله يرحم الفول والطعمية كدومي بتعملي عني بزيت العربية يا سيلا شايفت الأكل ده؟ شايفت الأكل ده؟ بجيت الصورة وعلينا شوكة وسكينة دي؟ تغمس يا عمي يا عمي ناكل بيدة يا عمي ما أكرل عرافك خيار زتون تقولي يا عمي ألف عمي بقية نحن لازم أمشي البد راح فين؟ عندي مشوار مهم يلازم أعمل مش يريجي عالشركة؟ هبقى رجع بعد كيه عالشركة ايش؟ أنا أخلص في طهرة وأروح عالشركة على أهلوم ما عايزك تاخد راحتك؟ قاعد هنا بارطع عندك حمام سباحة ايه؟ ننزل فيها عمر أهلك برضو منهز له خد دي وانت في الطريق عقات عمر أهلي عمدك حق عمر فين أهلي مجيش أنتي مجيش أنتي مجيش أنتي وعلي معانا في البلا لي يعني حتى قدرت تعملي الورق دا من غير ما أروح أصلي موظف شنو الطلبة صاحب لا يا شيخ طب أقولك إيه هو طلبوني أربع صور نعم بس هو قال لي خمسة يا عم هو قال لي أربع طب إنت هتكسر إيه ما أخده أحد زيدة مش حسن ما تطلبها مني ما تكونش معاي أو الله يا عندك حر صح ماشي خمسة يعني هاتبيني الخمسة وخلص يا عم قلنا خمسة ماشي اشتركوا في القناة 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 على هون؟ واسته سامح هيزياب لحضرتك اه دم ايه اتفضل شكراً صباح خير صباح النور يا سامح ازايك عامل ايه؟ فاض ايه تليفونك اللقني بصراح انا مش فاهم حاجة من ساعة مماضينا العقود يعني ايه؟ دلوقتي احنا عملنا الشراكة ما بين شركتي وشركتك مظبوط وسبتلك حق الادارة انا مش هاف اي شغلة عاما وخايف الموسم يضيع عليها واخسر كل حاجة ده على الاعتبار يعني انك كنت بتكسب ومخسرتش الموسم اللي فات الجلد والسقط لا الموسم اللي فات كنت كنت ماشي كويس قوي اه وبعدين بص انا مش ده اللي قلقني الاتفاق اللي بنا مش هو اللي قلقني انا كل اللي قلقني تكون قايتين دايقتك ولا زعلتك وانا بصراحة مش عايز حد يدهيقك ولا يزعلك يعني ايه؟ يعني سيبك من حكاة المكسب والخسرة دي لان انا عارف موقفك المادي وموقف شركتك من قبل ما انضم الشركتين لبعض انما بقى كل اللي انا مش عارفوه انت عايز ايه؟ بتوصد ايه يا سامير بيه؟ بتوصد ان انا نصب؟ يا رجل نصب ايه اللي انت بزوله ده؟ اجايز اه عايز توقف على رجلك من تاني ودي حاجة كويسة قوي وعشان كده انا هعمل معك جديل اتفاق جديد شوف ايه سامح انا كل اللي اهميني دلوقتي الشركت اللي انا بعملها برا وخلاص ما بقاش فيه سوق هنا ينفعني وتعبت تعبت من كتر الصدم مع قايتن وزينب خصوصا يعني ان اللي بيحكم العلاقة بيننا مسائل شخصية يعني؟ يعني انت لو تحب الدير الشركة دي من النهاردة انا ما عنديش مانع وبعدين يا راجل انت انت كفة انت بصق فيك ووصلت انك ممكن تقوم الشركة دي على حلال وبعدين احنا بقين اقرايا احنا بقين اقال ده انت جز بنتنا يا راجل ها؟ قلت ايه؟ الحقيقة انا مساعد ما شفتك وانا عايز اتكلم معاك انا حسا انا مزنابة في حقك انا كنت خايف عيني تيجي في عينيك يلا زينب اللي فات مات لا اللي فات ماتش ولا عمره يموت ابدا انت ليك حق ولازم تاخده هارفي عبدالله انت من ساعة ما شفتك وانا عمال افكر لازم اوصل لنتيجة عشان انت تاخد حقك وكل ما اوصل لحاجة اقول لا 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 ده لا يمكن يرضي عبدالله تضيع حياته في السجن بصراحة انا زعلانة من نفسي قوي صدقني ساميرا هقالي انت عملت كده وانا عمت على عمره والله وانا عمرك زيبت عليك يا عبدالله لا طبعا انا برضو كنت مفكر بقول مش ممكن زينب تبيعني البيعة دي انا بيعك انا بيع الدنيا كلها ولا بيعكش يا عبدالله ده اللي بيننا كتير قوي والله كان غصبا عني مهم يا زينب تي عاوزة مني ايه بالضبط انا ضميري مش مستريح ونفسي اردلك حقك ازاي العز اللي هو فيه واللي انت بيه واللي انا فيه منكرش كل ده لازم يكون ملكك انت يا عبدالله مش ملكة حد تاني والفلوس اللي اتسجنت وضيعت عمرك بسببها ولولاك انت شلت القضية كان زمانه بقى هو اللي مسجون زينب انت عملت لفه الدوري من الصبح قولي يا عازي ايه بالضبط مني انا عايزك تعيش اللي بقي من حياتك انت مستريح ازاي ازاي قولي لو انا عمل ده انا هقولك بس صدقني يا عبدالله انا بقولك ده لمصلحتك عشان انت ليك حق ولازم اردلك حق هروح من ربنا فين لو فضلت سكتة كل ده صح يا زينب من واضح ان انا ظلمتك قوي زينب سامحين انا ظلمتك كتير كل فترة اللي فاتت دي وانا ظلمك فعلا انتي مظلومة وكتر قال في خيرك من الاخر كده انت عايزت قالي انه متحت هيتجوز مروح لا هو مش جواز قوي يعني هو في حاجة اسمها جواز ومش جواز ايه جواز يا صيعة هي في الحقيقة صيعة بس بشكل شيك شوية كده عشان صحبتك متزعلش وتدايق هو انت عارف لا انت بتقوله ده اسمه ايه اسمه فلوس وراسيت في البنك ايه يا ماما تفتكر ان صحبتك دي سهلة دي بترسم وبترسم على كبير قوي كمان اهم حاجة بقى في اللي هي بترسمه ده ان احنا نبقى وراها لكننا احنا اللي رتبناله وهي بترسم على ايه بقى صحبتك عارفة ومتأكدة ان متحت بي ما بيطيقش عاجة اسمها وجيه وعارفة ان وجود وجيه في الطريق هيخلي متحت يتجنن ويتجوزها رسمي عشان ان وجيه ما يفتكرش ان هو انتصر عليه وخطف منه المزة يعني يعني هي كده كده نوياها نوياها اهم حاجة ان احنا نبقى وراها نفهم متحت بيه ان احنا ليلنا دماغي البنية وسهلنا له الليلة دي ونطلع بمصلحتنا تهي بقى عرفة تزبط تزبط ما عرفتش ملناش صالح هو انت فاكري ان انا ممكن ابقى لك صحبتي صحبتك ممكن تبيعك يا حبيبة قلبي ذات نفسها صدقين انا لا انا انا صدنا حضرتك كلمة تانية اا ما حاد bus يا صحبтра مواحة صوتة جيدا تامام طب ما علااش انا استقزيناك ممكن شاzeni evangelics وكي baya-baya صباح الفون امتهي اللي جابك هنا دي مقابلي اقولك صباح الفوت todos اقوال مواحة امه أحمد، أنا هنا ما كان شغلي ولو سمحت أنا مش عايزة مشاكل مشاكل إيه يا بنتي؟ ولا جي هنا عشان أملك مشاكل؟ أنا.. أنا بس جاء عشان أفهم تفهم إيه؟ أصل وجيهي اللي انت شغالة مع ده جامد قوي علاقاته في البلد واصل لأبعد حد بصراحة يعني استغربت ان انت ممكن علاقاتك توصل للمستوى ده فقلت يعني أمي بقى ابن عميتك وحبيبك محتاج يعني انه استفيد بالعلاقات دي أجلك مش هترفضي؟ ولا إيه يا مارو؟ وأنا بقى المفروض إيه؟ أصدق الكلمتين دول؟ وحلياتك عندي يا مارو زي ما قولك كده أنا هكتب عليك في إيه يعني؟ ده هو الـ ده إيه ده كمان؟ اللي جابها هنا هي مش ديه تبقى أختك برضو؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر